السلام عليكم ورحمة الله و اهلا و سهلا بكم بقناتي على اليوتيوب قناة طبخ من بغداد هلو كل الهلة بكم اليوم تعالوا نحضر وجبة خفيفة ترهم وياه وياه امور ممكن نخليها وياه ريوك ممكن ناخدها للدوام ننطيها للاطفال كوجبات خفيفة نقدمها كمقبلات او مشاهيات ويا الاطباق الرئيسية جربوها كلش رح تحبوها قبل ما نبدي اتمنى تشترككم بالقناة اذا كنتم ومش تركين وخلونا لايك من ايدكم الحلوة و هسه حنقول بسم الله ونبدي بتحضير وصفتنا السهلة السريعة لهذا اليوم اول خطوة نسويها نحضر الحشوة رح استخدم نوعا من الاجبان استخدموا النوعية اللي تعجبكم المهم واحد من الاجبان لازم يكون من النوعية اللي تكون مطاطية مثل جبنة الموزاريلا او جبنة تشدر والنوعية الثانية لازم تكون مثل جبنة الريكوتا بهالشكل هذا جبنة كريمية وطرية و رح استخدم ايضا شوية من النعناع المجفف و مثل ما قلت لكم بالنسبة للجبن استخدموا النوعية اللي تعجبكم اهم شي واحد من الاجبان يكون كريمي والثاني يكون جبنة يعني مطاطية مثل جبنة الموزاريلا او الشدر خلطت الاجبان و هي النعناع المجفف بهالشكل هذا و تقدرون طبعا تتذوقون الاجبان مالتكم و تزيدون الملوحة مالتها حسب رغبتكم بعد ان خلطت اني المكونات بهالشكل هذا اتذوقتها شفتها تحتاج رشة ملح فاضفت لها رشة من الملح و خلطتها مع بعضها و صارت عندنا حشوة الاجبان جاهزة طيب هسه رح احتاج ايضا الى حافات دائرية بتكون الحافات بقياسات مختلفة بهالشكل هذا وحدة اصغر من الثانية بالنسبة لقياس القطع حسب رغبتكم تحبوها صغار تحبوها كبار براحتكم المهم الحافات الدائرية بهالشكل هذا اللي شفتوه رح احتاج ايضا الى عجينة الكاهة جاهزة اللي هي البوف بيستري هاي عجينة جاهزة موجودة بالسوق سعرها جدا مناسب تجيبها الشكل هذا بشكل سلايدات مربعة رح ااخذ اول قطعة هي والنايلونة اللي تجي بيها وابدي بهالشكل هذا باستخدام الحافات الدائرية اقسمها وارتبها حسب قياس القطع اللي انا اريد احضرها بعد ان قطعت الدوائر بهالشكل هذا بالقياسة الشبير هسه رح اجيب الحافة الاصغر واسوي فقط قطعتين بهالشكل هذا وارفعها واخليها على جنب وان شاء الله يعني الطريقة تكون واضحة امامكم بالفيديو طبعا ضروري تستخدمون هذا النايلون اللي يجي ويا العجينة كلش رح يساعدكم بتشكيل القطع وتقدرون تتحكمون بيها بسهولة هسه رح نجيب حبة من البيض وبهالشكل هذا نمسح بيها سطح الدائرة اللي نخليها بالاسفل ونجي ونشيل هاي الدائرة اللي ثقبناها ونخليها بهالشكل هذا على مهود نقدر نرتب الحشوة ونخليها بداخلها وبعدين من تنشوي وتنتفخ عدنا العجينة بالفرن يكون شكلها كلش حلو لطيف هاي هي حشوة الجبن اللي حضرناها رح ناخذ هسه القطع الصغيرة ونرتبها بهالشكل هذا وتكون عدنا القطع جاهزة انه نخليها في قالب الشوي رتبت القطع بهالشكل هذا في قالب الشوي والقالب خليت بيه ورق زبدة اذا ما متوفر عدكم ورق الزبدة تقدرون تمسحون القالب بشويات زيت بعدين دخلت القالب الى فرن محمي مسبقا بدرجة حرارة ميتين اول شي شويت من الاسفل اول ما شفت عندي القطع بدأ يتغير لونها وتتشقر طفيت الشوايا السفلية وفتحت الشوايا العلوية الى ان اخذت ويان القطع هذا اللون الحلو وبسم الله ما شاء الله اصدقائي شوفوا شكلها شكت حلو طبعا طعمها كلش كلش طيب انا هاي الوصفة تعلمتها من تانية اوجه الى تحية من خلال هذا الفيديو هي كانت امساويتها بحشوة الاسبيناغ كانت كلش طيبة بس هسه بالعراق مو الموسمات الاسبيناغ فغيرت بالوصفة شوية وسويت لكم ياها بهالطريقة هذي حتى تجربوها كلش راح تحبوها ويا الريوق عصرية تقدموها كموالح تنطوها للاطفال كوجبات خفيفة تاخدوها وياكم للدوام وصفة خفيفة وطيبة ان شاء الله تجربوها وعلى قلبكم بألف عافية وان شاء الله مستقبلا نسويها بحشوة الاسبيناغ ومتاقدر راح تعجبكم وصلنا النهاية الفيديو ومالتنا لهذا اليوم يارب تكونون استفاديتوا من عنده وعجبتكم الوصفة اذا حبيتوها لاتبخلون علينا بلايك واشتركوا بالقناة اذا كنتم ومشتركين اشكر دائما متابعتكم ومع ألف سلامة